انا قاعد اسجلها فيديو بعدين تشوفين الفيديو احسن لك اهنان يقول يوجد ست خطوات لعملية الكتابة تعاي واحدة واحدة اول خطوة هي اختيار الموضوع شاسمك حاجية زهراء زهراء انت قبل ما تردين تكتبين موضوع قبل ما تكتبين اي كتابة كون لازم فاهمة او تعرفين عن شنو مثلا انا هس اريد اكتب عن التدخين فاختاريت الموضوع هذا الموضوع يكون بفور رايت قبل الكتابة اخافي يجيب لش بالامتحان فراغ بفور رايت هو قبل الكتابة اللي هي اختيار الموضوع زين انا اختاريت موضوع رأسا اجي اكتب لا غلط ثاني شي تشوفين انا اختاريت على التدخين الدور اجمع المعلومات انا اش عندي معلومات عن التدخين بالله مثلا عندي معلومات ان التدخين مضير واكو سلبي واكو غير سلبي ومنها السواليف وكو التدخين المدخن السلبي فاذا هاي صيحولها عملية جمع المعلومات فهي شي صيحولها يصيحولها think ان تفكر حول ما سوف تكتبه بعدين جمعت المعلومات هسا ابدي اكتب لا شا شا سوي غير اكتب لا اول مرة فكرت بالموضوع وشفت نفسي شنو المعلومات اللي عندي بعدين أورغنائز أنظم هذه المعلومات تعريفها شلون ها هذا الشرح كامل يقول يجب ان تختار تختار يا به تختار المعلومات التي يجب ان تتكلم عنها اولا يعني شون راح يصير ترتيبها بداية شون تتكلم فلجب اذا اول شي اشوف الموضوع بعدين gather ideas بعدين اورغنائز انظم هذه المعلومات بعدين ابدأ بالكتابة write بس شلون اكتب ال write write a paragraph or essay اكتب مقطع او مقالة from start to finish من البداية الى النهاية هاي ها كتبناهم زين من كتبناهم اسلمهم لا شون اسلمهم جاي شنسوي نسوي نسوي review مراجعة structure للتركيب and content للمحتوى شلون نسوي مراجعة اسوي مراجعة check هو عملية فحص فحص شنو فحص الكتابة شلون افحص الكتابة look for places انظر الى الاماكن حيث آد نضيف المعلومات نجوز ناسي لي معلومة ناسي لي فارزة اختصار قواعد هذين كله جوزان غلطان بيهن فاسوي عملية المراجعة واضافة المعلومات بس هاي المعلومات اذا كانت اذا كانت اذا كانت مفيدة او غير مفيدة الى اخر بعدين تطيها للكلاس ميت شنو يعني كلاس ميت كلاس ميت معناها زميلك بالدراسة شنو يعني زميلك بالدراسة يعني اكو شغلة بالعقل البشري اذا انا انا مدرس واكتب انشاء اغلط بيه ومن اريد اراجع ما اكتشف الغلط ليش لان عقلي يخدعني يقل لي ما يخالف غلس بس بدون ما ادري ولهذا انطيل واحد يشوف لي وكذلك هالسأالي لو يجيب لي واحد انشاء ويقل لي شوف لي اطلع على الاخطاء البي وهو نفسه ما راح ينتفع عليهم فهنا يقول ورا ما تكتبين انشاء تطيل للكلاس ميت الى زميلك بالدراسة زميلك بالدراسة بعدين تقومين بمراجعة التراكيب اخاف عندش غلط قواعدي حاط فعل BING او فعل BED بدون ما تدريين عادي يصير اما المرحلة الاخيرة هي هي مراجعة عامة هاي المراجعة العامة تنقسم الى قسميا اسمها proofread يعني قراءة المقطع مرة اخرى check spelling and grammar وايضا تصحيح القواعد والاملاء وبعديا ننسوي final corruption يعني تصحيح نهائي فهاي يصحيح لها عملية الكتابة وصلت الفكرة لولا ايو وصلت اشكرت بعدش عندش غير هاي ما عندي سيري سترنتي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر